على كل المزيد من المتابع معي هنا في الستيديو المتخصص في تقنية المعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي الزميل سلطان باتاوي سلطان أهلا وسهلا بك سلطان هل فعلا تراجع سناب شات عن الحضور ولماذا طيب تراجع سناب شات يعني تعرف أنت في أول بداية أي منصة يكون النمو فيها سريع جدا لكن عندما توصل لمرحلة معينة يكون في عندك 40 مليون مستخدم تصير الزيادة متباطية بعض الشيء بالإضافة لذلك سناب شات لما نزلت السنة الماضية في الاكتتاب المستثمرين كانوا يطالبوها بالمزيد والمزيد والمزيد فبالتالي هذا أثر على أداءها لأنه تحول من منصة للتسلية خلينا نسميها إلى منصة لجلب الأموال فبالتالي يصير فيه ضغط على الموجودين في الشركة بحيث أنهم ينتجوا منتجات تساعد في زيادة أموال المستثمرين بالإضافة لذلك في عندنا دخول فيسبوك لنمط الستوري ونسخ بعض الميزات أو بعض الخصائص الموجودة في سناب شات ووضعها مش بس في انستغرام ووضعها في فيسبوك ووضعها في واتساب فبالتالي نسخت كل شيء موجود كان يميز سناب شات على كل منصات فيسبوك فبالتالي صار فيه نوع من المنافسة ما بين الشركات أي شركة بتجذب أشخاص أكثر هلأ وضعه صعب سناب شات أو لا؟ ما فينا نقول أنه وضعه خطير بالسوء؟ وضعه مش خطير لكن يعني لا يصل إلى تطلعات المستثمرين فينا نسميها فبالتالي لما نزلت الخصائص الجديدة هذه مثلا مشاركة الروابط على منصات مختلفة الفكرة فيها هنا سناب شات كانت دائما في نمط الستارت أب كمباني بحيث أنه كل شيء معمول لأجل التسلية طيب كيف تقدر تجيب الأموال؟ المستثمرين كانوا دائما يسألوا أو الشركات المعلنة كانت دائما تسأل كيف ممكن تعرف صحة الأرقام أو مدى تجاوب الناس مع محتوى الشخص الذي يصنعه لما تجي تروح لإنستغرام تلقى أن هذا الشيء متوفر أنا هنا كنت أريد أن أسألك سلطان قبل أن نحكي عن هذه التحديثات التي تقوم بها سناب شات هل ستعيدها إلى السوق بشكل قوي؟ لماذا قيل أن إنستغرام كان المستفيد الأكبر من هذا الطباط لكي لا نقول التدهور في سناب شات؟ طيب لو نجي نشوف الخريطة مين كان له البصمة أول كان في عندك فيسبوك فيسبوك خلينا نسميه الأبر روحي لإنستغرام بعد ما استحوذت عليها فبالتالي البزنس موديول تباعهم أو طريقة بناء العمل أو الأعمال اللي في فيسبوك نسختها إلى إنستغرام فبالتالي صارت في منصة واعدة لأصحاب الأعمال بأنهم يستخدموا هذه المنصة سناب شات ما عندها الشيء هذا والآن بدأوا يحاولوا بالطريقة الجديدة هذه إنهم لما أنت تشارك الروابط فيك بعد كذا كمعلن تعرف أرقام الناس اللي شافت هذا المحتوى فبالتالي بيساعدهم على تحسين وضعهم في السوق ووضع زي ما تقول ثقة المعلنين في هذا المنصة هلأ التحديثات اللي حتقوم فيها سناب شات بتعيدها إلى السوق نعم أم لا برأيك؟ ممكن تعيدها إلى السوق لكن ما تعرف فيسبوك ما يمكن يعمل يعني أنت عارف في مرحلة سناب شات بيخطو خطوة فيسبوك بيأخذ أربع خطوات قبله بحكم انتشار فيسبوك وبحكم خبرتهم الأقدم وتواجدهم الأقدم في السوق بالإضافة لذلك أن فيسبوك كل سنة بيعيدوا صياغة طريقة عملهم وهدافهم في الأعمال تبعهم جيد الزميل سلطان نبتاوي المتخصص في تقنية المعلومات شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة عفوا شكرا جزيلا لك